موسيقى عسلة ماش نحوالكم ان شاء الله يارب تكونوا بكلكم بخير ومرحبا بكم مرة اخرى فيكم جينتي مازلت مواصلة معاكم في تحذيرات شهر سيدي رمضان ما عاد ما مازال ايامات ان شاء الله ويجينا على خير هذك علاش اليوم جيتكم بحوجة حلوة اتنجمو اتحذرها لصهرية رمضان حاجة تنسية 100% كما تراوا ماشاء الله حوجة تعمل الكيف اعملت لكم كعك التمر كعك ياسر بنين مزيان اعملته لكم بزوز اشكال مختلفة في شكل كعك وفي شكل جرنغزاء حاجة ياسر مش تهية وسهلة برشة وزيد ما تتكلفش برشة بطريقة اسهل منها مفماش كما عودتكم وماشاء الله حوجة فيه وحيريحة تعمل الكيف تنجمو اتحذرها للصهرية وإلا زيدها للصحور حوجة ياسر بنينة بصراحة حوجة دياري تعمل الكيف يلا تو تابعوني للاخر باش نعريكم طريقة التحذير واكيد كنعجبكم الفيديو متنساوش ترجعوني بار شجمات وتشاركو في قناتي باش يصلكم كل جديدي اول حاجة بسم الله في فشقة الواسعة باش نبدأ نحضر العجينة بتاع الكعك متاعي هوني حتي تلفة عظمات متوسطين الحجم كما تراو ومن المستحسن يكونوا على درجة حرارة الغرفة كملت ضفت عليهم واحدة ساشي فانيليا وباش نكمل نحط عليهم غرفة صغيرة متاع قشور البردجان تعرفوا بقشور البردجان يفوح برشة الحلويات التونسية والكل نستعملوهم المستحسن توقيت حذروا كيقشور البردجان وتشايحوه وترحيوه تستحقوه برشة الحلويات العيد سيرتوه جاي العيد والكل كما تراو حلية اكل العظام بالبيه بالبيه كمل ضفت عليهم 150 جرام سكر نحل الاكل السكر والعظام بالبيه بالبيه ناخد مفوه وإلا بفرشيتة ولا أي حاجة متوفرة عندكم هكيك نتأكدوا اكل السكر متاعنا يتحل مليح مليح في العظام هوني بعد ما تأكدت اكل السكر متاعي هتحل مليح مليح في العظام نضيف كمية الزيت 150 مللي لتر زيت زيتونة تستعملوا زيت نباتية اما هكي ديما زيت الزيتونة يعطينا هكي فاوحة في البسكوية بعد كيف يتيبوا الكل ويجينا ريحتو هكي طالعة والكل وانتوما لكم الاختيار اكيد كما تحبو انتوما وتو نحيت الفوي كما تراوه بعد ما كملت خلط المقرناتكو في بعضهم بش نضيف كمية الفارينة كما تراو الفارينة نحطو بشوية بشوية كما نحطو هاش ضربة واحدة ونكمل نحط عليها بكو خميرة مرتبات طيبش نبدأ ندخل الفارينة بشوية 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 في الخليط كما تراوه بدايا الراهي العجينة هذي ما تتعجنشها اللماها لمان كما عجينة البسكوية بالضبط كما بشكوتو العيد كما نقولو والكل نبقاوها كاكي اللمو انتبعو فيها بشوية 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 اني الكل في الكل استعملت 520 فارينة وانتوما بيونسور تحطو الكمية بحذيكم وتبدأو تحطو بشوية بشوية لانتتلم العجينة متاعكم نجمو تستعملو اكثر شوية ولا اقل شوية على خاطر الفارينة تفرقة كما تراوه بشوية بشوية لانتتلم العجينة وتتحصلو يعني العجينة تكون طريع على الاخر كما تراو من منعجنو هاش جملة نبقاو اللمو فيها لانتوالينا عجينة متماسكة وتقعدنا طريع ومام طان لماذا لا نعجنو هاش على خاطرتي باس وبعد الباتي ما تجينيش هشوشها كيفين طيبو الكعبات متاعنا الكعك ما يجينيش هشوشين والكل هذا كالي خلينا ما يلزمناش نعجنها والكل اللمها لما هكاكا ودجاع ما شاله يعني اول ما تتلمها دجاع تلم روحها تريع على الاخر بالضبط يعني تبدأ سوبل كما عجين تصابليه بالضبط توهونية بش نغطاها اكيد نغطيها بش متشيحناش منش بش نغطيها لترتاح لحتى شيء اما جيس بش نتعدى نحضر التمر هيكا بش يبدأ كل شيء بعد كيف نجي نحضر كعبات الكعك يبدأ كل شيء بحذية حاضر هوني اخذت التمر بالضبط هونية حطيت 400 جرام في ظل لي منو تنجم وتستعملوا بنسبة الكمية هابي حاطة 300 جرام يكفي لكم اضفت عليهم حكايت اشتر مغرفة صغيرة امتع قرفة ومغرفة صغيرة كما تراو امتع زادة قشور الليم يعني مرحي ريحته فاوحة على الاخر ويسيب قشور البردغين يعني يسيب ريحته على الاخر في التمر والكل كما لذفت عليهم 100 جرام لوز مرحي حاجه اضافية تحبوا تحطوا تحبوا للكم الاختياء حاتت مغرفتين زيت بش نلم بهم يعاوني اكس الزيت يطري لي التمر والكل وندخل المكونات كل في بعضهم لان تحصلوا على عجينة متماسكة يعني يتلمك التمر ويتمازج هو واللوز والكل وحاجه اخرى انسيت ما قلتها لكم ومش بالنسبة للتمر نقاني ارحيته واحد في الدارة استعمل معناها اتمر دياري ودجاء اسبق وحضرت معاكم الطريقة تنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف كان ما تعرفوش تحضروا اتمر وحدكم عجينة اتمر يعني تحضرها وحدكم تحضرها حاصيلو حوجة دياري حوجة نظيفة على عينيكم حوجة تعمل الكيف طوهنيا بعد ما كملت لميت العجينة متاع تمر كما تراو بش نبدأ انشكل دي بودع هكاكي عاوني زادة بش كيف نبدأ نختم كعبات كعكة المرة متاعي يبدأ كل شي بحذية حاضر وتسهل علي العملية والكل نحضر دي بودع هكاية ميكونوا شخشين برشو ميكونوا شجويت انتوما بينصير حسب كبر الكعبة اللي تحبوا عليها بعد يعني انتوما تتحكموا في الكبر نحاول يعني العجينة الكل نحضرها دي بودع ونكمل الكمية اللي عندي الكل وهذه العجينة كاملة بعد ما كملت شكلتها هكاية كما تراو بطريقة هذية نغطيها اكيب بش ميشيح النازل نغطيها بش شي ولا بطبيس وإلا اي حاجة ترميو عليه منديلة وكل نعمل القاعدة كما تراو كما العادة وبش نعمل كعبات الكعكة بش نبدأ نحضرهم كما قلت لكم مراي العجينة مرتحتش يعني حضرت اتمر لأكثر تتخدم طول طول حتى كان عندكم تمر متاعكم حاضر تخدموا طول طول بش نبدأ نخدم كعبات الكعكة بتاعي كما تراو خذتها لقمة عجين بش نعخدمها يعني بطريقة عملية وسهلة وبقدر تنجمو جربها يعني الناس الكل براتيك مون كما نخدمو المقروض والكل هوني اخذت العجينة شكلتها بودعم بالطريقة هذية حلتها بسوابع من الوسط بالطريقة هذي والكل ماذا بنا العجينة نخليها خشنا شوية يكون يعني التمر البودعم تاع تمر يكون جويد شوية والعجينة تكون أخشنة كاكا بش الكعبات جينا بعد مزيانة ومسمحة من البرة والكل نحطها كايا نعبها بالتمر كما تراو من الوسطى كان نسكر عليها مليح 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 جنب الكل وتابش نعاود انشكلها نعاود يعني رجع لها الشكل متاحة نعاود كاين دورها والكل هكاكا بش الكعبات الكل يجيون مسمحين ويجيونها ياسر مزيانين والكل وتابش نبدأ نقص الكعبات متاعي كما تراو ان البودعم اللي خدمته طويل شوية هيكا والكل قصيته على ثمين هكاكا بش يعاوني بش ناجم نخدم الكعبات متاعي وبش نبدأ نقص هكاكا انتم معينكم ميزانكم وهم الكل يبدأوا قد قد الكعبات كما تراو انقصها الكعبة نقيصها على الكعبة اللي بعدها هيكا بقدرة ترابي بش يجيوني الكعبات كل مسمحين ويجيوني كيف كيف ده بش نعريكم عملية التسكير عملية سهلة برشة زادة بالضبط كما كعك الورقة بنسبة لتسكير كعكة مر بش نساكروا كما كعك الورقة هيكا تكون زادة العملية سهلة برشة كما تراو كيف سكرتها من جهة يعني حليته بصبعي ومن جهة هيكاية سكرتها وكل وحطيتم على بعضهم وبش نبدأ نسمح الكعبات ديجاه هي العجينة ما شاء الله يعني طرية والكل تتسكير معاكم فاسيلا نسمحوا الكعبة هيكا بدينا ونكونوا ديجاه محذرين تبقى متاع الفور بجنبنا حتينا عليه بابيه كويسان وكل كعبة نحذرها نحطها طول طول على تبقى متاع الفور نكمل الكيكا نحذر الكعبة تكل كما تراو حبيت نوريكم يعني كعبة اخرين كيفش خدمتم ديجاه ما شاء الله يعني العملية سهلة ونتصور يعني واضحة من الفيديو والكل وجيست هكاية تطلب هيكاية شوية وقت كيف تجيو تسمحوا الكعبة بش كعبات يجيكم مسمحين وكل ما معاش يضر فاحت شي يعني ما شاء الله الكعبة تردع روحها في الفور نكمل هكاية حاسيلا ونحذر الكعبة كل كما تراو كل مرة هكاية نحل ديبودا ونحط فيه قد مر ونعاود يعني نسكر ونشكل كعبة كل بنفس الطريقة نكمل الكعبة هذو ما عملت يعني اتبق متاع كعك والكعبة الاخرين نوريكم بعد كيفش عملتهم بشكل يعني جرنغ زائل موسيقى 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 وهذهو ما كعبات الكعك متاعي كما تراو ماشاء الله بريسك يعني بنفس الحجم بكلهم حوي جايس المزيانة نحاول وزيد كيف نحطهم على البلتون متاع الفورن بعدهم على بعضهم الكعبات كما قلت لكم خاطر فيهم الكعبة تفوج وتلسق في اختها كما ترى هكام بعدهم على بعضهم ويأخذوا ابيض متاع البيض ويأخذوا ابيض متاع بيضة ويساعد الفاكية والجلجلان كمش هرشها على الكعبات متاع الكعك يتلسق كمش تستعملوا سفر البيض وإلا بش تستعملوا لحليب راهوا الجلجلان ميلسق الكمش وإلا الفاكية كمش تحطوا فاكية ما تلسق الكمش كمش تستعملوا أبيض البيض ولونهم زادة يجي ياسر مزيان والكل نكمل لكيك الكعبات الكل الرش عليهم الجلجلان زادة حتى الجلجلان يزيدوا بنا على بنا ويجيوا الكعبات فوحين والكل دجا في نفس الوقت امكون سخانت الفورو متاع لدرجة حرارة 180 وباش ندخلهم يتيبوا كيكة بين 17 و 20 دقيقة متخليوهم شي حمار وبرشة يلزمهم لونهم ذهبي والكل وفي نفس الوقت باش نكمل نحضر الكعبات الاخري اشتر الكمية اللي تبقى لي الكمية هذي الكل في الكل يحط لي بالضبط يعني زوز بلطوات هذو بلطوات بتاع الفور اشتر هذي باش نخدمو بشكل اخر يعني نعملو شكل هكي يجرنا غزيل والكل وانتو ما تنجموا تعملو الكعب كيفي لكم الاختياء بنفس الطريقة حلت بودان هكي كمتاع الجينة حطت فيه الاتمر كما ترى نفس طريقة الكعب والكل جيس التريقة متاع تشكيل الكعبات تختلف نكمل انقص الكعبات ديما الكعبات يعني نقص انقصوهم كما تراو انقصو كل الكعبة على الاختها يعني والكل يبدأ وهكيك الكعبات الكل قد قد هنا توق بالنسبة للجرنغزيل باش نعريكم كيفيش الطريقة بعد ما سمحتو هيك البودان تاعي والكل باش نحاول انذبو هيكا من الجناب من اليمين ومن اليسار كيفيش كما تراوي يعني مش جيهات الزوز هيكا ذببتو بالبهي بالبهي وسمحتو وعطيتو الشكل يعني شكل هلال طريقة زادة سهلة وبسطة وبقدرة ربي الناس كل تنجموا تجربها وليساعد يعني انه باش يجيكم شكله ميسر مزيين انها البات البات ماشالله اتطوعكم على الاخر لتتتحقوا لفرينا لتتتحقوا حتى شي كما تراو لا رشة شي وليفرينا لحتشي نخدم فيها يعني ماشالله براتيكمون سهلة على الاخر كامل هيكا نحذر الكعبات الكل كما تراو بطريقة سهلة ومبسطة وبقدرة ربي الناس الكل تجربوه وتفكروني وبالنسبة زادة للكميه كميه كميه كبيره يعني كميه صغيره ما تخذش وبرشة وقت يعني ما تشدش وقت جملة ممباها كيه ساعة غير البوع تكملوا لكعبة الكل ودجاه ماشالله يعني اتباق له اللي يحضر وتحطوه في الفور ممباها ويتيب يعني تكملوا تحضروا اتباق الاخر يعني ما تشدش اللي جملة كعبة يحضروا في سافيسة والطريقة زادة عملية يعني وسهلة والكل وهذا التباق الثاني امتاع قرنغ زادة حضر كما تراو ماشالله زادة شكلهم يسر مزيين كيف كيف زادة بنفس الطريقة كما عملت كعبة الكعك تهنتهم بابيض متاع البيض والمرة هذي مانيش بش رش عليهم جلجلين حبيتها كي يبدل بش رش عليهم شوية متاع بستاش يعني بستاش مرحي وانتوما كما تحبو تنجمو تخليهم سامبل ما تحطو عليهم حتى شي تنجمو تحط عليهم شوية جلجلين الكعبة كيف كيف لكم الاختيار بالنسبة للزينة زي انو كما تحبو تشتاء نتاو نكمل اندخل اتباق متاعي وفي نفس الوقت بش نوريكم الكعبات اللي حضروا ما شاء الله حاسينو كعبات يشرهوا ما خليتهم شي حمارو برشة الكولير يزمو يكون هكا يعني ميزموش يكون احمر برشة نخليولونو ذهبه كي ومزيان وكل كعبات يسر مزيانين وفوحين على الاخر ما شاء الله الشكل متاعهم كيفش هكا مزيان لخميرة يعني تساعد بش الكعبات الكل يشيوا مزيانين ومن منفجين هكا والكل كيف كيف هذا يا زي ده تبايا قفاني بعد ما احضر من باها كيا ربايع ساعة حاسينو ما نحكي لكمش عن ريحة ريحة الدار ما شاء الله ريحة اكل القشور البردجان شبش نحكي لكم سيبت يعني ريحتها على الاخر وريحت اكتمر مع البسكويت فاوح فاوح على الاخر وزيد ياسره شوش وهذو ما كعبات الكعك متاعي بعد ما بردوا وقدمتهم كيما تراوا ما شاء الله الكمية الخير والبركة وزيد كعباتي شره وكل كعبة خير من نقطها الكل هم بنفس اللون يعني ياسر مزيانين طو بعد ما مبردت كعبة باش نحلها ونوريكم قداشي هشوشة من داخل طريع على الاخر بالحق تحطها في فمكم الذوب وكتمره اللي في وسطها زادها اشتر في البنة بالحق نتمنيكم اتجار بها وتفكروني حويجة تعمل الكيف تحضرها لسهريت رمضان هكي تخبيهم في حكاكة مجرالهم حتى شي قد ما يقعدوا يقضوا ترييني شرهو وكهو هبية دي جاكر كانت وصفتي لليوم طوبة بقالي كان قولكم بسلامة ان شاء الله يارب تكون عجبتكم وصفتي لليوم وتجربها اكيد وكما العادة والعويد اللي جربت الرسيت متاعي نستنى للروتور متاعكم على الباش انستغرام